بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على كبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وفيك الأمثال نضرب ذا للناس لعلهم يتفكرون الحمد لله وكفاه وسلام على عباده الذين اصطفاء لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الأرض ثم أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسيري سورة الجن سورة هي ترتبها السورة الثانية والسبعون في المصحف الشريف وهي مكية وآتها ثمان وعشرون آية سميت بها لاجتمالها على تفاصيل أقوالهم في تحسين الإيمان وتقبيح الكفر مع كون أقوالهم أشد تأثيرا في قلوب العامة لتعظيمهم إياهم وهي بكية وآيها ثمان وعشرون آية يقول تعالى كل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا كل يا محمد للناس صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أي أخبرت بالوحي من الله تعالى أنه استمع ما نوع الهاء أنه استمع الهاء دي إيه ضمير الشأن الشأن أنه أي الشأن استمع لقراءة نفر من الجن معرب من الجن صفة لنفر طيب ما معنى نفر نفر جماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة وقيل النفر الناس كلهم وما دون العشرة من الرجال والنفر والرهد والقوم هؤلاء معناها الجمع لا واحد لها من لفظها أنه استمع نفر من الجن جن نصيبين ونصيبين قرية في اليمن وذلك في صلاة الصبح ببطن نخلة موضع بين مكة والطائف وهم الذين ذكروا في قوله تعالى وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرَ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فلما حضروا قالوا أنصتوا إلى أثر فقالوا أي لقومهم لما رجعوا إليهم إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا عجبًا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ فِي فَصَاحَتِهُ وَغَزَارَةِ مَعَنِيهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَأَمَنَّا بِهُ هنا حاشية حول موضوع الجن يقول قضي كنعان قوله تعالى نفر من الجن إلى آخره أخرج البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم ولكنه انطلق في طائفة من أصحابه هذه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء في حال الطوارئ في السماء حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وارسلت عليهم الشهب وأن لمسنا السماء فوجدناها مولئت حرسا شديدا وشهبا في حراسة في حدث كبير جلل حصر هذه من إرهاصات النبوة فرجعوا إلى قومهم فقالوا ما هذا إلا لشيء قد حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا هذا الذي حدث فانطلقوا فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهناك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا فأنزر الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كل أوحي إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى آخر الآيات وإن الذي أوحي إليه هو قول الجن يعني هو أوحي إليه قول الجن وهو لم يحس بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقال للجن الجنة من الجنة والناس وهم خلق من مخلوقات الله تعالى حقيقة لا وهما فيجب الإيمان بوجودهم لأن النصوص من الكتاب والسنة متضافرة على ذلك وعليه عقد الإجماع ولا عبرة بمزاعم النافين لوجودهم من الأحاديث والآيات نخلص أو من الآيات والأحاديث الكثيرة نخلص إلى أن الجن أجسام لطيفة خلقهم الله تعالى من النار طبعاً خلقهم من النار لا يستلزم أن يكونهم الآن ناراً لأننا خلقنا من الطين لكن هل نحن الآن نطين إذا وقعنا ما نقتل لا أصل خلقتنا من الطين لا يستلزم كوننا الآن نطين كذلك الجن أصل خلقهم من النار ويعني ذلك أنهم الآن نار ورمع قلاء مكلفون ذكور وإناث يتناسلون ويتوالدون شملتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فمنهم المسلمون ومنهم الكافرون مسلمهم يدخرون الجنة وكافرهم في النار مخلدون لم يرسل الله تعالى من الجن رسلا بل فيهم منذرون أي مؤمنون يبلغون قومهم دعوة الرسول من الإنس يأكلون ويشربون وهم يروننا لأننا أجسام كثيفة ونحن لا نراهم على حقيقتهم التي خلقهم الله عليها لأنهم أجسام نطيفة ولا نستطيع ذلك لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فمن زعم أنه يراهم على حقيقتهم أو أن بالإمكان رؤيتهم عليها وهو غير متأول للآية من حيث لا ترونهم فقد كفر لمعارضته صريح القرآن فممكن نرى الجن وهي تشكل في سورة بعض المخلوقات لكن الجن على هيئته التي خلق الله عليها القرآن يدل على أنه لا سبيل إلى رؤية الجن على طبيعتهم التي خلقهم الله عليها لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم أعطاهم الله تعالى القدرة على أن يظهروا في صور مختلفة كالإنسان والحوان وأكثر ما يتصوروا لننا في صورة الحيات كما في صحيح مسلم فلا يرى الجني إلا متصورا في صورة أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمتنع أن يكون رأاهم في صورهم كما يرى الملائكة كما قال ابن العربي ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن قال ابن سعود فانطلق فأرانا آثارهم وأثار نيرانهم فهذه الطرق التي في صحيح مسلم تدل على أنه صلى الله سلم رآهم وذهب إليهم قصدا فتلع عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل وشرع الله تعالى لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت أما جن نصيدين الذين استمعوا إليه وهو يصلي ببطن نخلة فلم يرهم النبي صلى الله وسلم ولم يشعر بحضورهم واستماعهم فوضوع الجن يعني نستطر فيه قليلا لماذا لأنه يوجد الآن فوضى فوضى إلحادية زنديقة تسخر من الغيبيات دائما نتكلمه عن الغيبيات في صورة الايه الاستهزاء يقولك الفكر الغيبي الأشرايط اللي ما ليدنا عن عذاب القبر واللي بتكلم عن الغيبيات فالغيبة دي أصبحت هزأ يسخرون ممن يعتقد في الغيبة سعد بيغنفوا الكلبة بحيث يصعبوها شوية خرافة الميتافيزيقة الله والملائكة والجن والجنة والنار كل دي خرافات فإحضروا هذا الإلحاد وهذا الكفر الصريح الذي يبق ليه بعض الضلين الآن ومش بس كلمة السلف والسلفية يقولوها في سياق احتقار تفكير السلفة الطريقة السلفية فالسلفية بدأت بيحاولوا يغرسوا في الناس احتقار كلمة السلف والسلفية وبعدين حتى بعض الجرائد يعني اللي يسوه وما يسوهش حتى الصحفيون المبتدئون اللي لسه يحبون في عالم الصحفة يتخذون من الدعوة السلفية الآن لوحة تنشيط يتعلموا عليها التهديف يتعلموا علينا التنشيط زي الجماعة بتعروز اليوسف والدستور يتعلم التنشيط لسه صبي صغير في الصحفة ومش لايغر احنا يتكلم بالكلام الهراء الذي يقوله ان احنا بنقول اللي مايرفش لحده كافر مخلد في جهنم وان ما لا يقصره ثوب الآخر هذا اللي ايه الدجل فلو هم يعرفون رائحة الانصف نحن لا نعيش في دهليز تحت الأرض في سرديب يعني السلفيون ظاهرون في كتبهم محاضراتهم مساجدهم شرائطهم الدنيا مليانة علمائنا ومحققين الحمد لله في كل أفاق الدنيا فلما يجي يجزب يعني زمن ذا خلاص فات فات ان واحد يطلع كذبة تبلغ الأفاق ولا يستطيع الناس الذين يردون التحري ان يصلوا لحقيقة انتهى تقريبا يعني لان بنتهى البساطة لوحات التعامل مباشرة مع علمائنا وكتوبنا وراجعنا من ساداتنا العلماء يعرف ان هذا دجل وهذا كذب بس هي الصحافين فعلا يعني مبتدئين بتعلموا في نحنة التنشين فخابت سهامهم وان لا الحمد ستذهب صيحة في واد وتنقشع لكن لو عايزين نقشع علمي يواجه علمية منصفة لكن تحتكر انت المحبس وتفتحه لمن تشاء وتغلقه على من تشاء وتلزمني بما يعني هو رسملك صورة قويحة جدا ومنفرة وممنوع تصلح لو تحاول تخنعه لا ان لست كذلك ممنوع شوف بقى يعني الديكتاتورية تصل لأي مدى ومش بسروح لك كمان تصح صورتك اقول عليك اللي أنا عايزه واصدر عليك احكاما واكون أنا الخص والقاضي في نفس الوقت وما شئت من احكام اصدرها وحذاري ان تعترض فايه منطب هذا يعني الواحد لما كان بيروح أوروبا وامريكا وجدت عندهم حقيقة شيء في غاية الروعة هما كفار لكن موجود ملامح فيها شيء من الانصاف او التفكير فيه قدر عظيم من الانصاف ما هو ايه انه لا يمكن تحصل مثل المحاضرة في كنيسة او في باعة حتى يهودية او في اي جامعة ما ينفعش ودي شيء معروف عندهم في الغرب لأسف الشيط لأسف انه يعني مش موجود عندنا انه لا يمكن تتكلم انت باسم فرقة يستطيعون الوصول اليها يبقى عايزين نتكلم عن الاسلام في الكنيسة ما فيش حاسمها واحد اسيس يطلع يتحدث باسم الاسلام لا يجيبه ريليجيس برسونيل يعني شخصية رسمية تمثل العخيدة دي فاذا كانوا هتكلموا عن الاسلام يرحوا جايبين مثلا مسلم سني يجيبوه هو اللي يحاضر عن الاسلام وذا كان سببا للاسلام كتير جدا من الكفار حينما يتعملون مباشرة مع الدعاء والحكايات في هذا لا تنتهي فعندهم هذا النعم للانصاح ان يجيب الممثل الدين نفسه او المذهب اللي يتكلموا عليه وهو اللي يعبر عن نفسه وينقشوه واضح لو هتكلموا عن اليهودية يجيبوا رباي او حخام وهو اللي يقف يحاضر ويمثل نفسه واضح حتى في يوم الايام احدى جماعات الكبرى الجماعة الام هناك في امريكا الشباب طبعا كان متشبع بهذه الروح في الثقافة الامريكية فلقوا كل شوية يشتموا في المؤتمرات السنوية يشتموا سلفية شتيبة شديدة متعصبة جدا من الجماعة الام فكان الشباب الاخواني نفسه يعني ضجر ضجر من هذه الشتائم التي لا تنتهي فقالوا لهم اين انتم مما يفعلوا الامريكان وطلبوهم بان يحضروا رمزا سلفيا هو ليجي يتكلم ليه تخافوا ان تجيبوا يتكلم ونقشوا فيعني اللي عايد اقوله ان الناس اللي بتعلموا التنشين فينا دول الصبية الصغار يستنوا طب شوية لما يعودهم يعني يايبس ويقف عن رجليهم انما واحد يخبط كلام ان ان دول عندهم هذا هراء يعني هذا كلام طبعا هل هذا يعني اللي خبره رده رد عليهم نقول احنا كل دروسنا رد لان منهج والله الحمد الشيوخ كلهم يقومون على اخير نتيج علماء فيما شارق الارض ومغربها والكتب موجودة فالذي يريد ان يبحث عن حق باخلاص سوف يجد اسهل شيء واقرب اليه من حب الوريد اللي يريد الحق باخلاص لان يتعثر عليه الوصول للحق اما هؤلاء الذين ينصبون لنا الفخاخ ويرسمون صورة كاريكاتيرية ويلزمون بها وياك ان تصح هذه الصورة فيعني معلش استتردت معين حريصي من يعني لا اطيل عليكم دعم فهم هؤلاء متلوث بالشيعة متلوث بالولاء لإيران ويدعو لحساب إيران والشيعة فلوين موضوع الجن اللي قادنا إلى هذا الاستترد موضوع التعبير عن الغيب بالخرافة في سياق الاحتقار ان انت انسان مش علمي اللي بتكلم عن الغيب ده بقى مش علمي وهم اجهل يعني اجهل الخلق لان العلم هو في الوح الشريف العلم الحقيقي لان بقى معنى العلم ان تدرك الاشياء على ما هي عناية في الحقيقة وهل هناك اصدق من الله خيلة حينما يكلمنا الله عن الجن وعن الملائكة وعن الغيب هل هناك من هو اصدق من الله خيلة فماذا لما الوحي تعرض الحقيقة فهي حقيقة شاء ام ابو وهم لا يضرون الا انفسهم بالتجديد بهذه الحقائق فسواء تأويل الجن بين الماكروبات ومش علمكم الفيروسات خلام التعبان ده او انكر الجن بالكلية فهذا كله من مزالق الكفر والالحاج في هذا العصر فاحذروا الناس بسيطة احتقار تفكير الغيبي ومساحة الكلام في الغيبيات بصورة فيها ازدراء للإيمان بالغيب مع أن للإيمان بالغيب اول ركن من اركان الإيمان واول صفة وصف الله بها المتقين الذين ايه يؤمنون بالغيب اول صفة في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون والصلاة ومما رزقناه ومما فقوه كما بالغيب لن السطر الأكثر من هذا لكن من هذا الغيب الجن صحيح بيحصل نوع من الغلو في التعامل مع الجن كما ذكرنا وخاصة فيما يتعلق مدوع المس الجني فنحن نؤمن بأن هناك مس فيه صرع جني والعلم الحديث أو العلم المادي في هذه الحالة هو ليس لو أن ينكر من الحق أصلا دي مش الديرة التي له أن يتعمل فيه لأن العلم التجريبي فقط يعمل في دائرة محددة هي دائرة الحس الذي يدرج بالحواس الخمس بس حتى ما يخفى من ذلك هم بيهربوا منه بيقولوا يقول لك تجربة روحية أو موراق الطبيعة عشان يخرجوا من مجاله فالعلم المادي بيحترم نفسه بيقول هذا مجهول أنا لا أدخل فيه أنه غير خاضع للحس لكن عدم العلم ليس علما بالعدم عدم العلم دي حالة نسبية أنا جاهل بهذه المسألة مش معناها يعني أنا أجهل ما وراء هذا الجدار مش معناها أن هذا يعطيني حقا أن أقول ليس وراء الجدار شيء أنا أتكلم عن حدود علمي فالجاهل للمسألة نسبية فإذا أتى الواحد ومن خلال نافذة الواحد طلعنا عن الغبيات في الجنة وفي النوار والملائكة والغماضي والمستقبل وهذه الغبيات كلها فالمسألة تقضعون للإيمان هل أنت تؤمن بأن القرآن كلام الله أم لا هذه القضية فما دونت تنتسب الإسلام فيجب أن تصدق هذه الأخبار وإلا خرجت من الإسلام فموضوع الجن كحقيقة حقيقة ما أحد ينكر ذلك على الإطلاع ولا يصير مسلمة يغفر يخرج من أمل الإيمان بأن فيه جن قضية الصرع الجني قضية يعني حصل فيها كثير من الغلو حتى من جانب الإخوة للأسف الشليل ف تكلمنا عنها مرارا وأنا اختصرت الكلام أن باختصار شليل نؤمن أن هناك صرعا جنية كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فالجمهور العلماء على أن الجن قد يتسلط على جسد بني آدم واضح يعني حتى في قول تعالى واذكر عبدانا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب بعضهم قال إن هذا كان تسلطا منه على جسده لا على عقله ولا روحه وإن كان فسرنا هذا من قبله بأنه إن الشيطان يعني حاول أن يجعله يجزع من قضاء الله سبحانه وتعالى وابتلائه المصروع يداوى بتلاوة القرآن وبخاصة آية الكرسي أما موضوع إن إحنا نؤمن بالجن علشان يبقى فيه بقى معالجين ومن ركز للعلاج وإلى آخره فلم يكن هذا من هذه السلف في نفس الوقت يعني ما شمعنا واحد مصروع سرع جل ما ياخدش أدوية المنا يبقى هو عنده حتى لو كن إنه سرع جل وإن كان معظم الحالات ليست حقيقة سرع الجيل فالحالات نفسية واضح فأمنوا بموضوع السرع ثم نسوه ونسوه بعد كده ما تجعلوش حياتنا تدور عليه في بعض البقاع دارت كل الدعوة بقى القدو الذي تدور حول موضوع الجن ولحتى الدعاية ثابوا الدعوة وقعدوا يشتغلوا بعلاج الجن بهذه الطريقة العجيبة التي لم يعرفها السلام فمعظم هذه الحالات ليست سرع جنيان سرع جني نادر جدا نادر للغاية هذه حالات نفسية ولما بنحرمها بنأخرها أنها تذهب للأطباء النفسيين بنحرمها فرصة التحسن الممكن وربما نتسبب أنها تتدرر أكثر وأكثر فما فيش مانعت لك معرفش ليه الناس مسرة على الفصل عنده أمراض كذا وكذا وكذا عايز يتعالج بالرقية يتعالج بالرقية يعني معناها يترك العلاج بطبي هذا جاهل وكفر بنعمة الله الأدوية هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى يعني هناك أدوية نعمة من الله على البشرية أنه دلنا عليها كما قال النبي صلى الله وسلم ما أنزل الله هداء إلا أنزل له دواء يعني موقف الإسلام في وضوع التداوي أفضل بكثير جدا من موقف جميع أطباء العالم أطباء العالم يقولوا إيه هذا الداء ليس له دواء أما المسلمون فيقولونك لما يكتشف دواء هو له دواء لكن لسه ما وصل لهش فوجود أمل وطموح إنه هو موجود حتما لا شك إنه حافظ للبحث العلمي فننقل إن كل دا أنزله الله أنزل له إيه الدواء إلا شيء واحد وهو الهرم الشيخوخ ما أنزل له داء إلا أنزل له دواء وده الواقع مع الوقت دائما نكتشف لكل دا الدواء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فليه نقول إما أو إما نتعالج بالرقية ونترك الدواء مع أن الذي أمرنا بالرقية عليه السلام هو هو الذي قال تداوى عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء وبعض الناس اللي جه لهم ده من الصور وأن الأطباء دول بيعملوا المؤتمرات والبحث عشان يتأمروا على البشرية إزاي يعملوا أدوية عشان تلخبط مخ العينين هل هذا كلام؟ هل هذا كلام؟ فموضوع الموقف السلبي من التداوية إيه المنع حتى لو كان صرعا جنية؟ إيه المنع من يأخذ أدوية مضادة للصرع إيه المشكلة؟ يعني انسوا موضوع السرع الجني مش هتخسروا حاجة لما تجهلوا الموضوع ده خالص وينسوا لأنه هو المثل المصري معبر جدا اللي يخاف من العفريد بيطلع له فأنتو لما الإخوة عاشوا الدور قوي قوي بتجيلهم بقى العفريد سواء بقى بالتصنع أو بالوهم أو بغيرها من الإضطرابات النفسية أو بالإيحاء لكن يعني لو نسيتو موضوع الجن الحياة تبقى أجمل بكثير جدا وأكثر انتاجية من العقث الذي حصل من الإخوة الأسف المنتسبين الدعم وما من أحد فيه خير وباستمرها في الخطة لأن احنا مش محتاجين أخصائيين في الرقية ما ترقي نفسك انت ارقي ابنك الأم ترقي بنتها الزوج يرقي زوجاته إيه المشكلة؟ هي دي الرقية والرقية قطعا مفيدة وفي كل الأمراض لكن تتوقف على قوة اليقين وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى أما أن نحن نحارج الطب في جانب والرقية في جانب لا اجمع بين الاثنين هذا خير نعود للموضوع فموضوع التحدث مع الجن والحوارات وقال لي وقلت له كذا وواحد يكتب كتاب حوار مع الجن المسلم كنجور نسميه كنجور إلى آخر هذا الكلام يعني أعتقد أن عقول الناس الآن ترقت من أنها تقبل مثل هذه الأسانيب الدجل أما ارتباط بالجن بالدعاء مع المتوطة الغيب أو هذه الأشياء فالجن لا يعلمون الغيب كل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا أي لقومهم لما رجعوا إليهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يتعجب منه في فصاحته وغزارة معانيه وغير ذلك يهدي إلى الرجد يعني إلى الإيمان والصلاة فآمنا به يعني من إنصاط مرة واحدة للرسول عليه السلام وهو يصلي في سلاة الفك أنظر كل الكلام في سلوة الجن هنا من مرة واحدة هؤلاء المؤمنون من الجن قالوا في وصف القؤون الكريم إيمان في غاية القوة وعمره دقائق معدونات إيمان سحرت في العون كم عمره كان فألقي السحر الساجدين وقالوا فاقضي ما أنت خاض إنما تقضي كل هذا اليقين عمره لحظات في ذلك يعني الإنقياد للحق إذا ظهر هذا مما يمدح به الإنسان المسارعة في الإنقياد للحق مدام لاحى لك أنه حق أما الجماعة اللي يسمونه منذوقتي النخبة النخبويين الصفوة صفوة المكتائلية اللي يسمونه إليت اللي هي الصفوة اللي هم مغرورين بنفسهم وبمناصبهم وبشهادتهم وبتكبرهم على الحق فقالوا إيه لنوح عليه السلام ومن ركت تبعك إلا الذين هم أراضلنا بادي الرأي بادي الرأي إذا أنت أول ما لعدهم للتوحيد استجاول ما أخذوش ما فلسفوش الموضوع وعادوا يدرسوه ويكعبلوا الموضوع إذا أخذوه كده بادي الرأي أول ما لعدهم وحدوا الله ووحدوا الله وأمانوا به بادي الرأي إنما إحنا نستعي الفلسفة والتفكير وإيه نعم التنوير الناس مناورين أو متنورين أولك التنوير يعني يجوا على الظلام والإلحاد أولك التنوير فهذه حرب المصطلحات يعني إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعروا فهذا نفس الشئ فإن كل حق يظهر لك فتنقض إليه هذا ما يمدح يمدح به الإنسان ما دم هو حق عجل وعجلت إليك رب لي ترضى ففروا إلى الله سابقوا إلى مغفرة من ربكم أما أن تعطي فلسفة لحد ما تموت وتموت على الكفر الحق ظهر اتبع الحق هكذا فعل صحرته فرعون فآمنوا وصمدوا هذا الصمود العجيب كذلك هنا تشوف هؤلاء الجن أول ما استمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف يصفون القرآن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به فورا هذا هو الشاهد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد بعد اليوم لن نشرك بربنا أحد على طول ربط بين دعوة النبي عليه السلام وبين التوحيد والتوحيد يستلزم نفي الشرك إلى الأبد ولن نشرك بربنا أحد أخذوا خلاصة الدعا توحيد ونفي الشرك وأنه الضمير هنا للشأن وأيضا في الموضعين الأتييني وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا تعالى جد ربنا أي تنزه جلاله وعظمته عما نسب إليه فجد ربنا بمعنى عظمته من قولك جد فلان في عيني يعني عظم وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا جد فينا يعني عظم في عين وكبر جد فينا أي عظم فالجد لغة هو الحظ والبخت والدولة ولا ينفع ذا الجد منك الجد البخت بخت كلمة فصيحة لأن الأغنياء هم المجدودون بيأخذ الحظ في المال والسعى والدنيا ونحو ذلك والمعنى في قوله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا وصفه بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته واستغنائه عز وجل وأنه تعالى جد ربنا تنزه جلاله وعظمته عما نوسب إليه ما اتخذ صاحبة ولا ولا دا طبعا هنا الجملة محتاجة لتأمل لما نشوف طبعا جملة تعالى جد ربنا دي ايه جملة اعتراضية واعترضة بين الإسم والخبر وأنه وأنه دا الاسم وهذا اسم وأنه وبعضين ما اتخذ صاحبة هذا الخبر فبين الاثنين ايه تعالى جد ربنا يبقى وأنه ما اتخذ صاحبة وبعضين جملة كلها لكن الجملة تعالى دي ايه جملة اعتراضية وأنه معترضة تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ما اتخذ خبر صاحبة زوجة ولا ولا دا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنه أيضا الهاء ضمير الشأن وأنه كان يقول كان اين اسمها ضمير مستثل تقديره هو وأنه كان هو يقول سفيهنا ما عرف سفيهنا فاعل لايه يقول سفيهنا يعني جاهلنا على الله شططا شططا يعني غلوا في الكذب بوصفه بالصاحبة والولد فشططا نعت لمصدر محذوف يعني وأنه كان يقول سفيهنا على الله قولا شططا أي غلوا في الكذب وذلك بوصفه بالصاحبة والولد وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا أن مخفقة أي وأن ظننا أن لن تقول يعني أنه لن تقول فالهاء تكون ضمير الشأن وأن ظن أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا أي ظنعت لمصدر محذوف يعني قولا كذبا بوصفه بذلك حتى تبينا كذبهم بذلك قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا طبعا دي معنا أن وإناث رجال وأنه كان رجال من الإنس فأعرب من الإنس نعد لرجال يعوذون أن يستعذون لرجال من الجن حين أنزلون في سفرهم بمخوف لو ودي خراب يباب فالواحد منهم ينزل يقول أعوذ بسيد هذا المكان من شر سفهائه هكذا كان يفعل العرب إذا نزلوا بوادي يتعوذون برئيس الجن في المنطقة أعوذ بسيد هذا المكان أو هذا الوادي من شر سفهائه فنع الله عليهم ذلك بقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يستعذون برجال من الجن فزادوهم رهقا زادوهم بعوذهم بهم رهقا يعني تغيانا فقالوا سدن الجن والإنس ما يعرب رهقا نفعون به ثان وأنهم أي الجن ظنوا كما ظننتم يا إنس أن لن يبعث الله أحدا مخففا يعني أنه والهاء ضمير الشعر لن يبعث الله أحدا بعد موته لن يبعث الله أحدا بعد موته يعني النشور والبعث قال الجن وأن لمسنا السماء يعني رمنا استراق السمع كما تعودوا من قبل كررنا بقى نستلق السمع وأن لمسنا السماء رمنا استراق السمع فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا فوجدناها ملئة ما يعرب ملئة أم الواجد ده فعل يتعدل أين المفعولين الثاني ملئة وجدناها يبقى ها مفعول أول ملئة ده المفعول الثاني الجملة ملئة حرسا تمييز نعم تمييز منصوب يعني حرسا من الملائكة شديدا وشهبا أي نجوبا محرقة فالشهب هو قبس ينفصل عن الايه هو جلوه هنا عن الكوكب لا أن الكوكب يزوله عن مكان الكلام مش دقيق علميا أن الشهب دي أو الكوميتس دي قبس من ايه من نجوم ولا من كواكب ها شحنا مشوفها بالليل لو أنت تأملت في السماء تجد حاجة كده طارت مرة واحدة ها دي الشهب قبس من النجوم بيرمى به الجن يبقى ميش من الكواكب ده من الايه من النجوم وقد حصل ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه من إرسهاصات النبوة حراسة السماء وأننا كنا يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقعد منها مقاعد للسمع يعني لنستمع مقاعد للسمع يعني كائنة للسمع فما يستمع الآن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا رصد يجد له شهابا رصد ما عربه شهابا مفعول به أول أيضا مفعول ثاني له تمام يبقى له مفعول ثاني مقدم شهابا مفعول أول رصدا لإيه نعم يعني فما يستمع لأنه أجد له شهابا رصدا أرصد له ليرمى به وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنه لا ندري أشر أريده يعني بعدم استراق السمع الحدث هذا في السماء هذه الحراسة دي فيه شر أريد لأهل الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فأشر فيها الرفع بفعل مضمر على الاشتغال يعني جملة أريد في هذه الحالة يعني إيه وأنا ندري أشر يبقى إيه وأنا ندري أريد أشر فجملة أريد المثبتة بقى لها بعد أشر هتكون لها محل من أعراب لا لأنها هتكون جملة مفسرة لكن الفعل الموجود فيه قبل أشر يعني وأنا ندري أريد شر أريد مفسرة تانية فالرفع على على أساس أن وفع بفعل مضمر على الاشتغال يبقى شر يبقى بلاه أريد شر طيب أو الرفع على الابتداء ممكن نقول أن أشر أريد يعني أشر يبقى مبتدأ وأريد إيه الخبر أشر وإذا بعدم استراق السمع بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أي خيرا وأنَّ مِنَّ الصَّالِحُونَ وَمِنَّ دُونَ ذَلِكَ أو منا الصالحون أي المسلمون العاملون بطاعة الله ومنا دون ذلك أي قوم دون ذلك إما الناس غير كاملين في الصلاح أو الكافرون كنا طرائق قدادا أي أهواء مختلفة وفرقا مختلفة مسلمين وكافرين قددا جمعوا قدة وهي الطريقة والفرقة من الناس مثل مدرة وسدرة وقيل الفرق من الناس إذا كان هوى كل واحد على حدة كنا طرائق قدادا أي فرقا مختلفة الأهواء وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ظننا أن لا يبقى أن مخففة يبقى معناها ظننا أنه وليس تكون ضمير الشأن وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا يعني لا نفوته كائنين في الأرض أو هربين منها وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض لن نعجزه كائنين في الأرض أينما تنقلنا فيها ولن نعجزه هاربين إلى السماء مغلين فيها وأن لما سمعنا الهدى آمنا به المبادرة إلى الانقياد للحق وعدم التلك وأن لما سمعنا الهدى انظر كيف وصف القرآن بأنه الهدى معنى ما سمعوا إلا سورة يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وأن لما سمعنا الهدى أي القرآن الكريم آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا طبعا هنا الإعراب مهمة أوي طبعا فلا يخاف شوف هنا دقة التجرال المحلي الآية دي فيها يعني فلا يخاف يقوله بتقدير هو بعد الفاء يعني فمن يؤمن بربه فهو لا يخاف لا يخاف ليه بقى لا أنا أتكلم نحي الإعرابية فمن يؤمن بربه من هنا إيه آه صحيح يعني هيه لو فلا يخاف فلا يخاف تنفع دي تبقى هي جملة الشرط يخاف دي مرفوع ضم قد كده فلا يخاف ها إنما عشان تبقى هي جواب الشرط يبقى لازم تبقى جملة إسمية هذه الحالة فلا يخاف يبقى نقول فهو لا يخاف يبقى هو مقتدأ ولا يخاف الخبر والجملة من المبتدأ الخبر في محل جز جواب الشرط فالذي دفعنا إلى هذا طبعا عشان لا يخاف دي مضمومة من فاش يقول له جواب الشرط لوحدها كفعة وإلا يخاف ها فجملة لا يخاف خبر لمبتدأ محروف أي فهو لا يخاف في محل جز جواب الشرط فلا يخاف بخسا أي نقصا من حسناته ولا رهقا أي ظلما بالزيادة في سيئاته وأن منا المسلمون ومنا القاسطون وأن منا المسلمون ومنا القاسطون القاسطون أي الجائرون بكفرهم فكلمة القاسط أي الجائر جائر لأنه عدل عن الحق أما المقسط فهو العادل إلى الحق يبقى عدل عن الحق قاسط أما المقسط وفعلها إيه أقصط فذي العادل إلى الحق فيقال كلهم قاسطا قاسط يعني جار وظلم عدل عن الحق أما أقصط فمعناها عدل قال الحجاد لسعيد بن جبير حين أرد قتله ما تقول فيه قال قاسط عادل قاسط عادل فقال القوم ما أحسن ما قال أحسب أنه يصفه بالقصد والعبد فقال الحجاج يا جهلا حجاج قال يا جهلا إنه سمان ظالما مشركا وتال لهم قوله تعالى وأما القاسط فكانوا لجهنم حطبا وهوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فعشان كذا قاله قاسط عادل فهنا الحجاج كان طبعا حجة في اللغة العرب ما تقول فيه قاله قاسط عادل فالناس يمدحون العدل والقصد فقال الحجاج يا جهلا إنه سمان ظالما مشركا وتال لهم قوله تعالى وأما القاسط مشركين فكانوا جهنم حطبا أو الظالمين ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فهو عادل بهذا المعنى وأما القاسطون فكانوا لجهنم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون أي الجائرون بكفرهم فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا طبعا هنا في إيه في إيه لف ونشر وأن من المسلمون ومن القاسطون ثم نشر على وفاق الترتيب فقال فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا يعني قصدوا هداية وطلبوها باجتهاد وأما القاسطون أما حرف شرط وتفصيل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أي وقودا وفي قوله وأن وأنهم وأنه في اثنى عشر موضعا هي وأنه تعالى وأن منا المسلمون وما بينهما قراءتان بكسر الهمزة استئنافا إنا وبفتحها بما يوجه به أي بأن يؤول بمصدر يعطف على المصدر قال تعالى في كفار مكة وأن لو استقاموا على الطريقة أن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف يعني وأنهم وهم عطوف على أنه استمع المعنى نربطها بأول صورة هنا الكلام في أهل مكة من أول الصورة الجن يكلم قل أوحي إلي أنه استمع لا فرهم من الجن لحد ما قال إيه وأما القاسطون فكانوا بجهنم حطبا ثم قال أو كأنه قال وأوحي إلي أن لو استقاموا على الطريقة أي أهل مكة لأسقيناهم ماء غدقا يعني هنا أنهم معطوف على أنه استمع أو وأوحي إلي أن لو استقاموا على الطريقة على الطريقة أي طريقة الإسلام طريقة الإسلام لأسقيناهم ماء غدقا كثيرا من السماء وذلك بعدما رفع المطر عنهم سبع سنين كما تقدم في سورة الدخان الغدق والغدق الماء الغزير والغيداق الماء الكثير والرجل الكثير العدل والكثير النطق فالغدق هو الماء الغزير الكثير من السماء لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه لنختبرهم فيه فنعلم كيف شكرهم علم ظهور كلام في غاية الدقة لنختبرهم فيه لنعلم ولنبدو لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين نعلم علم شهادة يوافق علم الغيب السابق لكن الناس لا يحسبون على علم الغيب على علم الله فيهم لأن علم الله ده صفة من صفات الله أنت لا تحسب على علم الله أنت تحسب على عملك أنت بعد ظهوره في عالم الشهادة وإذلك في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه بينه إلا ذراع فيسبق على الكتاب ألف يدخل النار والألف يعمل بعمل أهل النار فيعمل فهو يحسب على عمله وليس على علم الله به فلذلك أنه يفسر مثل هذه الآيات حتى نعلم علم شهادة في عالم أو حتى يعلم أوليائي أو حتى يعلم الناس علم شهادة لنفتنهم فيه لنختبرهم في الماء فنعلم علم ظهور للخلائق كيف يشكرون وكيف يكفرون وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء ومن يعرض عن ذكر ربه أي عن القرآن الكريم نسلكه عذابا صعدا أو في قراءة يسلكه يدخله عذابا صعدا طبعا عذابا هي يعني منصوبة لكنها منصوبة بنزع الخافر لأن الأصل ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه في عذاب نسلكه في كما قال الله صحيح واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا يبقى قومه من قومه واختار موسى قومه سبعين رجلا هل قومه كان سبعين رجلا فقط أم أنه اختار من قومه سبعين رجلا لميقاتنا فهنا يقدر قومه منصوبة بنزع الخافر كذلك هنا في قوله تعالى ومن يعرض عندك ربه نسلكه عذابا صعب عذابا منصوبة بنزع الخافر لأن أصلها نسلكه في عذاب صعد صعداء صعداء طبعا هذا مصدر وصف به العذاب على تأويله باسم الفعل أي عذابا عاليا يغمره ويعلو عليه ويجتاحه فهو مصدر لكن معناها اسم الفعل يعني صاعدا صاعدا يعني عاليا مرتفعا يغمره ويجتاحه ويعلو عليه وأن المساجد لله يعني وأوحي إلي أن المساجد وهي مواضع الصلاة لله مختصة به تبارك وتعالى فلا تدعو فيها مع الله أحدا لأن تشركوا كما كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعاهم أشركوا ولا شك أن القوم الذين وصلوا إلى مراحل من الشرك السراح في عبادة البشر لمن ينسمون زورا إلى الإسلام لهم حظ من مخلفة هذه الآية يقولون أن المساجد لله لعبادة الله وحدة فلا تدعو مع الله أحدا طبعا تدعو هنا هذا مخطاب للمجموع فلا تدعو للمسلمين يا جميع لا تدعو مع الله أحدا وفي هذه المساجد التي رفعت لعبادة الله وحدة يعبدوا فيها غير الله يسأل الموتى قضاء الحاجات والشفاعات والتوسط بينه بين الله تذبح لهم الذبائح وتنذر لهم النذور ويطافوا بالقبر ويسجد على الأعتاب أليس هذا شركا صباحا مصادما للتوحيد والدين الإسلام فلا شك أن هذه الآية مما يبطل ما يحصل من غرائع الشرك بل صرائح الأفعال الشركية في بعض المساجد التي تمارس فيها هذه الشركية وأن المساجد لله هي دعوة التوحيد الجريمة فيها نحن نقول للناس وأن المساجد لله هي دي كل دعوة التوحيد دعوة السلام فلا تدعو مع الله أحد فيأتي شيوخ السوء ويصادمون دعوة التوحيد بشتى التأويلات هل هذا ممكن أن ينقض وأن المساجد لله لا يعبد في المساجد إلا الله فلما يتوفوا بها سبع مرات كالكعبة المشرفة وتذبح الزبائع وتنظر النظور ويدعى الميت ويسجد للأعتاب هل هذا توحيد أم شرك هذا غير قبل لأن المحامل اللي يدافع مثل هذه قضاء محمد فاشل في أفشل قضية في الوجود تدافع عن الشرك فما الجريمة التي ماذا تنقمون علينا وما نقم منهم إلا أنقار لهم وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه وأنه لما قام عبد الله يدعوه وأنه عطف على السمع أو وأوحي إلي أنه أنه بالفتح والكسر استئنافا يعني إما وأنه وإما وإنه لو قلنا استئناف والضمير للشأن وأنه لما قام عبد الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قام عبد الله يدعوه ما يعرف يدعوه حال لما قام عبد الله يدعوه يعني يعبده ببطن نخلة لما سمع جن النصبين سمعوا النبي عليه السلام وهو يصلي الفقر بالقران الكريم وأنه لما قام عبد الله يدعوه يدعوه يصلي بفكر ويقرأ القرآن ويعبده ببطن نخلة كادوا يكونون عليه لبدا كادوا أي الجن المستمعون لقرأة من شدة الإقبال على سماع القرآن الكريم والتأثر بكلام الله عز وجل وبحال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه كادوا يكونون عليه لبدا من شدة ازدحامهم على النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يكونون عليه لبدا لبدا بكسر اللام وضمها يعني لبدا ولبدا على قراءة الكسر تكون جمع لبدا يبقى لبدا جمع لبدا يعني كاللبد في ركوب بعضهم بعضا ازدحاما على سماع القرآن وعلى القراءة بضم اللام لبدا هو واحد يدل على الكثرة فلبدا جمع لبدا كسدرة ولبدا ولبدا جمع لبدا كغرف وغرفة قال مجاهد لبدا ترى هنا فيها قراءات فيها اربع قراءات هي صاعدا دي مصدر ايه صاعدا يسلكه عذابا صاعدا الفعل بتاعها صاعدا صاعدا كفارحا القراءات في لبدا القراءة في لبدا القراءة العامة لبدا القراءة الثانية لبدا الثالثة لبدا الرابعة لبدا لبدا فقال مجاهد لبدا أي جماعات وهو من تلبدا على الشيء تعرفون تلبيت الشعر ايه تلبيت الشعر تذكر في باب ايه في الفقه الحج تلبيت الشعر بالايه بالصمغ او بالعسل لان كان العرب شعرهم يكونوا طويلا فمن عشان في الحج اثناء السفر ومشقة الحج ينتفش الشعر والامر صعب بيعملوا ايه بيلموا شعرهم عن طريق مادة صمغية او عسل عشان يتلبد الشعر يعني ايه انطبق على بعضه فلبدا يعني جماعات وهو من تلبد الشيء على الشيء يعني تجمع ومنه اللبد الذي يفرش لتراكم صفوفه وكل شيء السقته إلصاقا شديدا فقد لبدته كانوا يكونون عليه لبدا يعني كأنها طبقات متراكمة في بعضها وملتصخين ببعض جدا من شدة الحرص على استماع فراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ايكا لبد في ركوب بعضهم بعضا ازدحاما على سماع القرآن كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي طبعا هنا قراءتان قل إنما أدعو ربي وقراءة أخرى قال إنما أدعو ربي قال مجيبا للكفار في قولهم ارجع عما أنت فيه إنما أدعو ربي هذا كلام مستأنف هنا استئناف موضوع تاني دخلنا فيه كلام جديد مستأنف مسوق للرد على الكفار المتظاهرين عليه صلى الله عليه وسلم القائلين له إنك قد أقدمت على أمر عظيم لم يخطر على بال غيرك الإقدام عليه فارفق بنفسك واصدف عنه ونحن نديرك أترك الدعوة دي كلها ونحن نديرك نحن سنحميك فجاء الجواب ردا علينا قل أي مجيبا لهؤلاء كفار فيما قالواه لك ارجع عما أنت فيه قل أو قال إنما أدعو ربي إلها ولا أشرك به أحدا طبعا لو قلنا قل إنما أدعو ربي حكنا فيه التفات من الغيبة إلى الخطار قل خلاف قراءة قال إنما أدعو ربي دي على الغيبة ونستمر ولا أشرك به أحد قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا أملك لكم ضرا أي غيا ولا رشدا يعني خيرا قل إني لن يجيرني من الله أحد لن يجيرني من عذابه إن عصيته أحد ولن أجد من دونه ملتحدا أي لن أجد من غير الله سبحانه وتعالى ملتحدا أي ملتجأا فالملتحد هو الملتجأ والمحيص والمعدل إلا بلاغا من الله ورسالاته إلا بلاغا استثناء من مفعول أملك يعني لا أملك لكم إلا البلاغ إليكم لا أملك إلا التبليغ والمعنى إلا أن أبلغ عن الله فأقول قال الله كذا ناسبا قوله إليه وأن أبلغ رسالاته التي أرسلني بها من غير زيادة ولا نقصا إلا بلاغا من الله أي عن الله ورسالاته يعني وعن رسالاته هذا عطف على بلاغا طيب ما بين المستثناء والاستثناء اعتراض لتأكيد نفل الاستطاع ما بين المستثناء منه والاستثناء اللي هو من إيه قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أيضا من دونه ملتحدا هم دي قوم لأعتراضين إلا بلاغا من الله ورسالاته وهي لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله ورسالاته فأعترض بها لتأكيد نفل الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه على معنى أن الله إن أراد به سوءا من مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن يجيره منه أحد أو يجد من دونه ملاذا يأوي إليه إلا بلاغا من الله يعني ولا أملك لكم إلا بلاغا من الله ورسالاته لكن كلمة قل إني لن يجيرني من الله أحد ولم أجد من دونه ملتحد دي قوم له اعتراضية دي اعتراض إلا بلاغا من الله ورسالاته والاعتراض أتى لتأكيد نفه لاستطاعه قل إني لن يجيرني من الله أحد طيب ومن يعصي الله ورسوله في التوحيد فلم يؤمن فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا طبعا خالدين حال من ضمير من فهنا لاحظ المعنى رعاة المعنى كيف صغيرة الجمة فإن من تكون أصلا الإفراد فهي حال مقدرة ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين خالدين يعني إيه يدخلونها مقدرا خلدهم الخلد إمتى يدخلونها مقدرا لهم أنهم سوف يخلدون فيه فهي حال مقدرة فيها أبدا أبدا طبعا زرف زمان حتى إذا رأوا ما يوعدون حتى حرف ابتداء فيها معنى الغاية لمقدر قبلها أي لا يزالون على كفرهم إلى أن يروا ما يوعدون من العذاب يقول الزمق شريفة إن قلت بما تعلق حتى وجعل ما بعده غاية له قلت بقوله يكونون عليه لبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون من يوم بدر وإضرار الله له عليهم أو من يوم القيامة فسيعلمون حينئذ أنهم أضعفوا ناصرا وأقلوا عددا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون يعني لا يزالون على كفرهم إلى أن يروا ما يوعدون من العذاب فسيعلمون السن حرف تأكيد مجرد وليست للاستقبال حرف تأكيد مجرد وليست للاستقبال واضح فسيعلمون عند حلوله بهم يوم بدر أو يوم القيامة من أضعفوا ناصرا وأقل عددا يعني أعوانا هم أم المؤمنون على القول الأول أو أنا أم هم على الثاني فقال بعضهم متى هذا الوعد طبعا السين أساسا حرف الاستقبال لكن وقت رؤية العذاب يحصل فور علم الضعيف من القوي والسين تقتضي أنه يتأخر عنه ولا مفر من هذا الإشكال إلا بجعل السين حرفا للتأكيد المجرد وليس للاستقبال كل إن أدري إن نافع يعني ما أدري كل إن أدري أقريب ما توعدون أي من العذاب أم يجعل له ربي أما دا يعني غاية وأجلا لا يعلمه إلا هو عالم الغيب عالم الغيب خبر لمبتدأ محذوف يعني هو عالم الغيب أو بدل من ربي أو يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فأيضا تكون مرفوعا لأن ربي فعل عالم الغيب ما غاب عن العباد فلا يظهر ما يطلع على غيبه أحدا من الناس إلا من ارتضى من رسول إلا أدات حصر والاستثناء هنا منقطع لكن معناها يعني لكن من ارتضاه فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه من الوحي إلا من ارتضى من رسول فإنه مع إطلاعه على ما شاء منه معجزة له يسلك يعني يجعل ويسير من بين يديه ومن خلفه راصة وذان من بين يديه الرسول ومن خلفه راصة وذان يعني ملائكة يحفظونه حتى يبلغه في جملة الوحي طيب ما عرب رصد مفعول إيه يسلك يسلك من بين يديه ومن خلفه راصة فراصة المفعول ليسلك نعم أي ملائكة يحفظونه حتى يبلغه في جملة الوحي ليعلم 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 الله علم ظهور أي ليظهر ما علمه الله سبحانه وتعالى أن قد أبلغ أن مخفف من الثقل يعني معناها أنه قد أبلغ أي الرسل رسالات ربهم فروعي بجمع الضمير معنى من لا لفظه وأحاط بما لديه يعني فعالم ذلك وأحاط بما لديه فهنا عطف على مقدر وأحصى كل شيء عددا أصل الإحصاء أن المحاسبة إذا بلغ عقدا معينا من عقود الأعداد كالعشرة والمئة والألف وضع حصاب ليحفظ بها كمية ذلك العقد العقد حسب ما تريد يعني مثلا واحدة تكون مية مثلا فأنت حتقول مثلا الصلاة النبي عسى السلام مثلا ألف مرة وكلما تخلص مية بتحط حصاب الحصاب بتمثل كان مية فعشان تجيب ألف وعشر حصاية فأصل كلمة الإحصاء مأخوذة من أن المكان ويعده كل واحدة عشرة خمسين وهكذا بيحط حصاب عشان يضع حصاب حتى يضبط العدد هذا هو أصل الإحصاء أن المحاسب إذا عقد عقدا معينا من عقود الإعداد كالعشرة والمئة والألف وضع حصاة ليحفر بها كمية ذلك العقد فيبني على ذلك حسابه وأحصى كل شيء عددا فيعرب عددا تمييز وهو محول عن المفعول يعني أصلها أنها أحصى عدد كل شيء وأحصى عدد كل شيء هذا ما تيسر من تفسير سورة الجن كل قول هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله الأند استغفرو أحصى لأحصى لأحصى أحصى لأحصى شكرا